اختتم بالمكلة البرنامج التدريبي في فن التعامل مع الاخرين الذي اقامته شركة الكورنيش للتجارة والخدمات المحدودة لمجموعة من موظفيها من مختلف الاقسام التابعة للشركة تفاصيل اكثر في سياق التقرير التالي استمرارا لتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية للموظفين وفق الخطة السنوية لشركة الكورنيش للتجارة والخدمات المحدودة اختتم تشركة البرنامج التدريبي فن التعامل مع الاخرين في نسخته الثانية بقيادة المدرب هاشم العيدروس الذي جرى على مدى يومين متتاليين تم التطرق في هذه الدورات إلى كثير من المهارات كيف نكسب الزبون وكيفية نتعامل معه بطرق حسنة ومعاملة حسنة كيفية استخدام لغة الجسد وطبقة الصوت والابتسامة وما إلى ذلك وسرعة طلبية الطلب وتضمن البرنامج الذي شارك فيه أكثر من سبعين موظف مناقشة العديد من الوحدات المعرفية والمهارية الهامة في هذا المجال حيث تم تناول المفهوم العام للسلوك الإنساني وصفاته ودوافعه ونتائجه والتحليل للسلوك الإنساني وسيكلوجياته وكيفية السيطرة على العقلية في التعامل بالإضافة إلى مناقشة مهارات الاتصال التعبير الإنصاط التغذية العكسية ومنظومة التعامل مع الجمهور والانطباع الأولي نهدف إلى تعزيز قدرات الموظفين وبناء مهاراتهم وتحديث الاسلوم مع الزباين وخلق بياه وفرص جديدة تأتي هذه البرامج لحرص الشركة على الاهتمام بتدريب العاملين في مختلف أقسامها للارتقاء بالعمل ضمن خطط الشركة السنوية